هذا وعقد الفريق الوطني الطبي لتصدي الفيروس كورونا مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب المستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مملكة البحرين وفي هذا الصدد أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة على ضرورة تجنب التجمعات في عطلة رأس سنة الميلادية حفاظا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين مع الموصلة بحذر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية نجدد التأكيد أننا جميعا مسؤولون عن الزيادة أو النقصان في أعداد الحالات القائمة وكلنا معا بوعينا والتزامنا يمكننا أن نحد من انتشار الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله ونحن مقبلون على نهاية العام الجاري نشدد على ضرورة تجنب التجمعات في عطلة رأس السنة حفاظا على سلامة الجميع نتمنى من الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كي لا نشهد زيادة في أعداد الحالات القائمة مع بداية العام الجديد جعله الله عام صحة وخيرا على الجميع بإذن الله كما نذكر بأن الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة حسب المخزون المتبقي من الكميات التي وصلت لمملكة البحرين حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر